اهلا وسهلا بحضراتكم اعزائي المشاهدين مرة اخرى خلوني ارحب بضيف وضيف حضراتكم في الجزء الاول من هذه الحلقة الاستاذ ياسر البراموي عضو مرشح لعضوية نادي حدايا الاهرام استاذ ياسر ازاي حضرتك حضرتك اهلا بديك مسعداء جدا بجودك معاني بدي خليك كابت بدي خليك استاذ ياسر يعني اولا عرف الناس من هو ياسر البراموي يعني لو قلنا ملخص سيرة ذاتية سريعة انا ياسر عبدالعظيم البرماوي 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 اه 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 لعب بالنسبة للرياضة لعب كرة يد قديم في نادي طلعت حرب اه وكانت من هواياتي الرياضية اللي سكواش واستباحة اه وبالنسبة للمتزوج وعندي ولدين عمارو ندا انا اخلي وربنا اخليك كابتن وبالنسبة للعمل الحمد لله انا بنتمل مجموعة اقتصادية كبيرة اه عملت فيها حوالي خمسة وعشرين سنة اه في العمل الاداري فالحمد لله اكتسب يعني طول عمرك في العمل الاداري اه بالضبط اه ده مهم جدا عشان الاعضاء يعني يبقوا عارفين والكلام اه اه طبعا لان ده الحمد لله الواحد اكتسب خبرة كبيرة فممكن انه هو يعني يديها للنادي بتاعه اه في ده وضي يعني تمام سيد ياسر اه اسباب ترشح حضرتك لعضوية مجلس ودارة نادي حدية العرب تمام زي ما قلت لحضرتك انا عضو في النادي من اول ما بدأت عدل ايبن من 2007 نعم وكان النادي حالته سيئة اه اولادي اما جومي مارس ورياضة كان تعبوا جدا الملعب كان فيها اطراب وحاجات زي كده وبعدين انضموا الفريط هكو اللي انزلاك اه يعني كان عانوا كتير وعانينا كتير اه مع امرور السنوات كنت دايما حاس ان انا عندي القدرة ان انا اعدل حاجات كتير موجودة في النادي فاخيرا خدت القرار ان انا احاول اعمل دوت ومسنود زي ما قلت لحضرتك على خبرة الادارية الكبيرة نعم اللي انا اكتسبتها واللان انا شايف انها ممكن تفيد النادي بتاعي تمام عايزين نعرف برضو خلي بالك نادي حدايا الهرام مش من الاندي المشهور وبعدين انا عايز اقول لحياك على حاجة هو كمان بالنسبة ان انا ليه دخلت كل انسان في الدنيا ليه قدوة طبعا وليه مثل الاعلى علمني استاذي ان الانسان يعمل قدر طاقته وليس قدر حاجاته تمام ومين بقى الاستاذ اللي علمك الكلام ده كله استاذي ومعلمي وابي الروحي وكل حاجة ليه في الدنيا الدكتور حسن راتب طبعا طبعا استاذنا كلنا يعني لما نقول 25 سنة فاكيد ان انا شربت منه طبعا كتير او قليل مش دي المشكلة لكن المشكلة ان انا اتعلمت منه كتير قوي حاجات كتير قوي اتعلمت منه حب العمل العام اتعلمت منه ازاي الادارة ازاي دير اتعلمت منه حاجات كتير قوي فا بحاول قدر استطاعتي انا امشي على نهجه يعني ودايما ديما حطه قدام عيني في تصرفاتي وفي افعالي وفي كل حاجة حسنا انا باحمل اسمه دكتور حسن اه طبعا 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 انه لك انت في فال حسن داك 25 سنة يعني شبف مقتبل العمر ويقعد العمر ده كله مع شخص هو قدوته فأكيد شرب منه أكيد طبعا دكتور حسن من الشخصيات النجحة يعني في كل المجالات اللي بيعمل به دكتور راجل جميل تمام خلينا برضو نعرف الناس أكتر بإيه هو نادي حدايا الأهرام نادي حدايا الأهرام تم افتتاحه وطلع قراره سنة 2003 تم افتتاحه سنة 2007 هو على مساحة 22 فدان تقريبا وهو يكمل مكانه في هضبة الأهرام أو في حدايا الأهرام وهو مر عليه اتنين مجالس منتخبين ومجلس معين لكن الحمد لله النادي دلوقتي تحسن كتير وبقى فيه كل الملاعب موجودة اي نعم فيه عيوب هنتكلم عليها بعدين لكن عندنا الحمد لله فرق سباحة عندنا فرق هندبول عندنا باسكت بنين وبنات اه فالحمد لله النادي النادي كويس ان شاء الله عدد أعضاء النادي دي يا رفز ياسر عدد الأعضاء حوالي 12100 عضو ده فيه يعني يا رفز اه احنا لو ضربنا لقولنا متوسط عدد الأسرة أربع أفراد يبقى بنتكلم في حوالي 48000 48000 وده عدد كبير يعني اعتقد انت محتاج خلال الفترة اللي جاية احنا عملنا دلوقتي وحنزيع دلوقتي كمان شوية النادي والانتخابات اللي حضرتك عملتها ولكن بتعرف الناس بقى ازاي بيك يعني بتعدي على الناس بتروح للنادي بتعمل ايه والله يا كابتن اسلامي هقوله حداك على حاجة الانتخابات فيه فكرتين او وجهتين نظر اه فيه نهج انا شايف المهم ان هو القايمة وفيه المستقلين نعم حداك مستقل اه انا مستقل انا 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 اشوف قمصري الاول ان الشلالية والتكاتف والحاجات دي كلها انا شايف ان الثورة قدت على الكلام ده اه لكن عايز اقول اقول لك هي وجهة نظر فيه ناس بتحبس ده وفيه ناس بتحبب ده انا بحبس ان انا اكون مستقل اه لأسباب كمان وساب جوهري جدا ان القايمة بتدخل بفكر واحد هو فكر الرئيس هو فكر رئيس ببرنامج واحد هو برنامج الرئيس لكن انا بشوف ان المجلس لو كان متعدد الافكار ومتعدد الرؤى ده يبقى افضل بكتير جدا ولكن ده فيه ناس تقول من الممكن انه فيه ناس تقول انه ده قد يعيق المجلس تمام ارد على حياتك بقى في السؤال ده سؤال ده ههم جدا القايم اه انا اطلقت او استعارت تعبير من احد المرشحين عجبني جدا ان هو بيلخص الموضوع وطلبت من الاعضاء في الناد والانتخابية بتاعتي ارجوكو اخوات الاعضاء ما توصلوناش لمجلس السيد بمعنى مجلس الحاكم بامره حضرتك لك ان تتخيل ما احترامي للجميع الكل على رأسي لكن دي وجهة نظري حياتك لك ان تتخيل ان مجموعة من عشر افراد بيشتغلوا مع بعض وووو لا اخلق لك ان تخيل لو هم نجحوا كلهم ان رئيس المجلس لو قال يمين خلاص موافقون لا فاندم برضو خلي بالحضرتك الناس دايما اللي انا عرفه كده ان دايما اي رئيس بيختار دايما الناس اللي بتبادلوا وجهات النظر او بتتبادل من خلال المجلس كمجلس ادارة النهاردة فيه اجتماع مجلس ادارة فيه 11 واحد الرئيس وعشرة معاه العشرة دور ما بيبقوش كلهم على قلب رجل واحد ولكن هم على قلب رجل واحد ولكن قد يكون وجهات نظر مختلف الاستاذ ياسر مختلف عن اسلام مختلف عن محمد مختلف عن حسين دي وجهة النظر الاخرى دي وجهة النظر الاخرى لانا تجربة حية ولانا فيها المثل في النادي بتاعنا كان عندنا احد المجالس كان موجود عندنا احد المجالس وكان نجحه بقيمة وحصل بينهم خلفات طبعا حصل قدام النادي الاهلي في النادي الاهلي كان في استقالات وكان فيه لا فيه ناس تقولك ان القايمة ممكن انها لأ بيتبقى فاهمة بعض وبيشتغلوا كتيب وورك لا الكلام ده مش دايما صح الكلام ده بالعكس انا بشوف ان العكس هو اللي صح لان المستقل لما بيندمج مع الناس دي بيشكلوا فعلا بتيب وورك بعد كده لكن انا اقول له حديدك على حاجة برضو على دي 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 ده جانب الجانب الاخر ان نتكلم في الانتخابات الفرق من المستقل والمنتبل القايمة المرشح المستقل قبل ما حالك تتكلم في هذا الموضوع خلينا ناخد الاستاذ ايهاب المغربل عضو او مرشح لرئاسة نادي حدائل اهرام استاذ ايهاب ازاي حضرتك يا فندي اهلا وسهلا سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيك يا فندي اهلا بكابتن مصر يا فندي اهلا بديبك العزيز اخوي العزيز الاستاذ ياسر برماوي اهلا مسهلا ووفق ان شاء الله استاذ ياسر الله يخليك يا بشموعندس الله يخليك يعني استاذ ايهاب عايز حالك تقول لي برضو اه لماذا ترشح الاستاذ ايهاب كرئيسا لنادي حدائل اهرام خلال الفترة القادمة والله يا فندم الاستاذ ياسر يعني سبقني في هذا الموضوع هو اولا نعم حبي وانتمائي لهذا النادي نعم 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 انا بخبراتي كرجل مهندس مم ان هذا النادي سيكون النادي الاوحد في منطقة هدبة الاهرام بعد ما تتخطط الساحة بتاعت المتحب المصر الكبير نعم نعم ومش هيكون في نادي الغماية اللي كان بينفسه مم فالحضرتك اصبح النادي حدائل اهرام والنادي الوحيد في المنطقة مم والمستقبل الواعد ويستحكي مني ومن الستاذ ياسر ومن كل من اه 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 اعدو جماعة موبيو حدائل اهرام تزل البهد لوضعه على الخريطة الدولية والعالمية ولتنشيط السياحة الرياضية دي أحد الأسباب أو عدة أسباب شجعتني أن أنا أتطوع لخدمة كتاع عريض في هذه المنطقة ولخدمة مصر أولا وأخيرا أستاذ إهاب حرك نازل مستقل نعم يا تندم نازل مستقل يعني برضو حضرك عندك وجهة نظر أخرى الأستاذ ياسر كان بيقول أنه لا هو مش حابب أنه ينضم لأي قائمة من القوائم ولكن أن أنت تنزل مستقل وتخدم الندي بتاعك ده أهم وأفضل من أي شيء آخر أنا أتطفق مع ياسر بيه البرموي لأسباب أنا عملت أنا بقالي أربع سنين بشتغل في العمل العام نعم وصلت أو خالصت بتجربة أني أنا في الانتخابات لجب أكون أنا بتاع العضاء كلهم نعم أنا أنا رجل آآ كل جميل أنا صديق كل جميل أنا خادم لهذا النادي نعم ولا أن تأمي لأي حزبية وأنا شعرتك كالليا رؤية انتخابية نعم عملت على أعدادها تواهل فترة الأربع سنين الماضيين بدراسة ميدانية ما بين الماضي والحاضر ومستقبل هذا النادي وربطه بالتخطيط الدولة بيجعل هذه المنطقة يتحدث عنها العالم فيجب أن يكون نادي حدايا الأهرام على هذه الخريطة الدولية والعالمية ومن أجل هذا سعادتك نزلت مستقل تمام كلها رأي مستقل أشكرك جدا أستاذ إهاب ونتمنى لك يا رب كل التوفيق ونتمنى لكل المرشحين التوفيق أستاذ ياسر خليني برضو أسأل حضرتك والأول كنا بنتكلم على كنا بنتكلم على القوائم والفرق بالقوائم ففي جانب الآخر كنت تعيس فضلك علي هو للأمانة بقى هي فيها مزايا يعني أنا كمستقل النهاردة بعمل دعاية على السوشيال ميديا لوحدي بعمل الدعاية الإعلانية لوحدي بعمل كل حاجة لوحدي لما بعمل الندوة بتاعتي الانتخابية بيجي لي عدد محدود اسمعني وهو الآخر لكن لو جاء القائمة انت بتكلم كل ده مضروف في عشرة يعني لو كل عضو من العشرة جاله تلاتين يبقى القاع بقى فيها تلتمية فدي ميزة لو كل عضو من العشرة دفع مبلغ معين وضرب نفع عشرة فالمبلغ بقى كبير فبقى فيه دعاية أكبر في النهاية فيها فيها صعوبة فيها صعوبة حتة المستقلة دي وصدقني دايما المستقل اللي بيجري مصلحة النادي فقط لغير يعني ده انتباعي أنا طول عمري من يوم عرفتي يعني انتخابية المستقل فعلا هو الشخص اللي بيبقى جاي يدي بس مش أكتر لكن برضو العضو المنتابي لقايمة يدعموا عشرة بأصواتهم لكن صدقني المستقل يدعموا 12 ألف عضو في النادي لأنه هو على قايمة فيها 12 ألف عضو مش عشرة لهم أعضاء الجمعية الأممية لهم أعضاء الجمعية الأممية مش عشرة وأنا رهاني عليهم ناس وعية وناس فهمة وزي ما قلت بلدنا العزيزة مرت بانتخابات غيرت الفكر تماما في انتخابات في مصر قبل الثورة وبعد الثورة الموضوع تغير والناس بقيت فهمة كل حاجة طيب أستاذ ياسد برضو هل حالك مقتنع بموضوع برامج انتخابية والكلام ده كله ولا حالك شايف أنه لا ولو آه عندك برامج عندك برنامج انتخابي ولا لأ كابتن هقول لحضرتك على حالة فضل يا فهد مفيش مرشح يبقى معندوش برنامج سواء معلن أو في دماغه ولينا برضو في ممرت بيه بلدنا العزيزة مثل ما شايفين إيه اللي بيحصل في البلد دلوقتي في كل شبر من سيادة الرئيس ربنا يحميه البلد كلها بتتبني من أول وجديد البلد كلها بتتعمر وما كناش سمعنا عن البرنامج ولكن بالنسبة للبرامج نرجع بقى الموضوعنا بالنسبة للبرنامج بتاع النادي أولا كابتن إسلام ما أكتر البرامج حياك لو كتبت برنامج انتخابي يطلع لك برامج زي الفل وتكتب زي ما أنت عايز مهم التنفيذ مهم التنفيذ فأنا النهاردة مثلا عسب المثال عندي شفت برامج بتاع القوائم عندنا إنشاء 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 يا جماعة يا جماعة فيه فرق بين الرغبة والأمنيات والأحلام وبين القدرة المادية أنا النهاردة النادي بتاعي فيه كام هعمل ده كله منين ما إحنا مش عايزينها تبقى وعوده بس مش كلام وخلاص يعني مش كلام وخلاص فأنا والناس مستعيبة الكلام ده فأنا عامل برنامج من 12 نقطة فضل نمرة واحد وأهم حاجة فيهم هخليها للآخر بنقول إن إحنا ما عندناش ترك ماشي في النادي وده مطلب مهم جدا للأعضاء ولادي لعب هوك نزلاك زي ما قلت لحضرتها لك أتتخال إن هم بيمثلوا النادي في الدوري وفي الكاس لك أتتخال بأن هم عندهم شغال دلوتي ملعب بتمرانوا فين؟ عاملين اللي هي الملعب الدايرة اللي هو بتاع زمان ده بتاع السكتر لكن مش ملعب قانوني طبعا فطبعا لازم نعمل لهم على فكرة ملعب هوك نزلاك مش مكلف اطلاقا ده شهد بلاط مش مكلف خالص يعني عندنا المبنى الاجتماعي الأعضاء طبعا عارفين الشكل الخارجي بتاعه مش كويس فأنا بحلم إن أنا أغير الشكل الخارجي للمبنى الاجتماعي ونكسيب بالإزياز العاكس للصوت طبعا وبشكل جمالي وعندنا في النادي مهندسين عظام وجمال أعضاء جميعا وممية نقدر نحن نستعين بيوم في الكلام ده ومنهم المهندس إعاب المغاربة نعم كمان بقول إن أنا عايز أعمل وجهة خرصانية زي تصميم راكل البوابة الأولى وتكون هي البوابة الرئيسية لأنها كان مخطط لها النادي بوابة الرئيسية لكن للأسف لما بندخل الأعضاء طبعا عارفين بيبقى في سلالم عالية جدا فبنتجنب السلالم ونروح من البوابة التانية اللي هي الصغيرة السلالم دي أنا لازم أقعد مع المهندسين ونشوف إن إحنا نحل الموضوع إزاي عشان تبقى دي هي البوابة الرئيسية بقول تاني في البرنامج بتاعي إن أنا والتعبير أنا أقصده وأعنيه إن أنا ناس في دورات المياه الموجودة عندنا وإعادة تشتبعها لأعلى مستوى عالمي ثم دي كلها أمنيات تخصيص قاعة صغيرة في المبنى الاجتماعي كسينما لعرض أحدث الأفلام طبعا دي يفيد الأعضاء بدل ما يدفع 60 جنيه في التسكرة برة هناخد منه أجر رمزي وفي نفس الوقت هيفيد النادي وبحلم إن أنا أعمل سينما ثلاثية الأبعاد وإحنا طبعا سيني دي إحنا أعتقد وصلنا دلوقتي التين دي وإليفن دي يعني وطبعا يعني أولادنا مش أقلم من حده من حقهم إن هو يبقى عندهم الكلام دوت ولو تلاحظ اللي أنا بتكلم فيه كله تكلفته المادية قليلة على قد التكلفة أو الفلوس اللي موجودة عندي في النادي نعم وإن أنا آخر نقطة إن أنا بحلم إن أنا برضو أعمل أهم حاجة الاستعادة عن البوابات اللي موجودة دلوقتي مفيش بقى حاجة إنها أجي داخل أقوله فين كرنيهك وده زوغ وده الكلام دا انتهى وأنا شفته بنفسي في أحد كرة السحل الشمالي السنة دي منهم القرية اللي أنا فيها بيتعيب الكرنيه ممغمط بيتمرروا حضرتك على البوابة بيتفضل تدخل مش مسدد للاشتراك أو أطفر أو عليك عقوبة موقعة من مجلس الإدارة أنا بوقف أكتافة الكارت وخلاص والموضوع بيبقى سهل جدا وطبعا كاميرات المرابعة أول نقطة اللي أنا قلت أجيلا للآخر ودي أهم حاجة في الموضوع أهم حاجة في برنامجي أهم حاجة في برنامج حضرتك أهم حاجة في برنامج القوائم أهم حاجة في برنامج أي حد في الدني توفير الموارد المالية للنادي اللي أنا هعمل بي ده كله أنا سمعت في أحد الندوات الانتخابية برنامج من أحد القوائم بيقول على سبيل المثال أنا هعمل صالة مغطاة طيب ما هو الصالة المغطاة تكلفتها الهندسية النهاردة عشان لو هي محترمة وهي ولا أقله وتبكر للمعايير اللي توافع عليها وزارة الشباب والرياضة مش هتقلها عن 40 مليون جنيه حضرتك ما قلت لناش منين هتجيب اللي 40 مليون جنيه هتقول لي مساهمة الوزارة الوزارة مساهمتها لأنت تتعد 10% تمام وهكذا يعني أنا سمعت إنشاء 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 فأنا كلمة إنشاءات دي مبالغ فيها أنا بشوف أن أنا أول حاجة لا سمع المجلس اللي جاي يعملها سواء أنا كنت موجود فيه أو أي حد إحنا 26 مرشح 26 على راسي وأحترم الجميع أشوف إن أهم حاجة بعد إذن حضرتك هو توفير الموارد المالية للأحلام دي تمام خلينا ناخد أيضا أحد أعضاء الجمعية العمومية في نادي حدايا الأهرام ونشوف وجهة نظره في هذا الموضوع لأستاذ محمد أحمد أستاذ محمد إزاي حضرتك يا فندم ألو ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته إزاي حضرتك يا فندم؟ إزاي كابتن أهلا بيك أهلا وسهلا أستاذ محمد وسريعا جدا من فضل حضرتك قولي أهم حاجة نقصاكو في نادي حدايا الأهرام ومين اللي هتختاره خلال الفترة اللي جاية أو مين المجلس اللي هتختاره خلال الفترة اللي جاية علشان يحقق ما هو مطلوب منه كابتن اسمح لي في الأولة أرحب الأستاذ ياسر وأعلن تأييدي الكامل له أيو والبرنامج الانتخابي بتاقه وأنا بدعمه بكل ما أتيت من قوة أنا أعده في النادي تقريبا من 2010-2011 أيو أشهد للأستاذ ياسر بنشاطه الملحوظ في خدمة النادي التفاني النهاردة إحنا شباعنا من الوعود وشباعنا من الكلام إحنا محتاجين لينفذ أنا شايف إن الأستاذ ياسر مش طمعا في حاجة إحنا عارفين العمل العام ده عمل على قد ما هو لذيذ إلا إنه صعب متعب جدا طبعا ومتعب جدا وإرضاء الناس غاية لا تدرك لكن أنا بأمل ومتوسم خير في الأستاذ ياسر وبقول تاني إننا بدعمه دعم كلي وربنا يوفقه إن شاء الله وإن شاء الله يعني يفوز منصب العضو بنفسكم إن شاء الله وبوعيكم شكرا يا أستاذ محمد على وجودك معنا أستاذ ياسر كلمة أخيرة حضرك بتقولها لأعضاء الجمعية الأمومية في نادي حدايا الأحراب كلمة أخيرة أرجوكو أولا تكتمل الجمعية الأمومية تكتمل تكتمل الجمعية الأمومية أرجوكو نلاقي إقبال منكو ثانيا أرجوكو تترياثو وما تجروش ورا موضوع القوائم ولا حتى المستقلين قيموا صح واختاروا صح وربنا يوفقنا وخلي بالكو لو ما اكتملتش الجمعية الأمومية هندخل في مجلس معين تاني وأنا بشوف أن المجلس على حسب اللاحة الاسترشدية أو اللاحة أنا بشوف أن المجلس المعينة بتبقى زي حكوم التسهيل للعمال كده طبعا مع الاحترام الكامل اليوم وبشكر المجلس المعين الحالي على كل المجهود اللي قالوا على فكرة بالنسبة لتنمية النقطة بس كنت نقصتها بالنسبة لتنمية الموارد المالية برضو في نقطة مهمة جدا استحديثها قانون الرياضة الجديد فضل أنه سمح أخيرا باللسسمار الرياضي ده معنى إن أنا سهل جدا النهارده إن أنا جيب مستثمر تعال اتفضل حضرتك أعمل لي السلال المغطة دي وخد حق اندفاعك وخد حق اندفاعك تعال حياك أعمل لي مجمع الاسكواش ده وخد حق الاندفاعك مين عنده القدرة إنه يجيب ده مين عنده القدرة إنه يسوق لده أوجد الفلوس يا جماعة وبعدين أتكلم على الإنشاءات أوجد الفلوس وبعدين أتكلم على الأحلام بقول لإخوات الأعضاء أخيرا عرضت وقتي ومجهودي عليكم إن قبلتموني فالقبول من عند الله عز وجل وإن لم تقبلوني فيكفيني أنني جلست معكم وبينكم وسمعتموني وهذا شرف لي وأختم كلامي أخيرا بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا معهد الله علي فمنهم من قد نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديل صدق الله العظيم التوفيق إن شاء الله أستاذ يسر أشكرك على وجودك معنا النهاردة ونتمنى لك يا رب كل التوفيق خلال الفترة الجاي شكرك أستاذ يسر البرماوي المراشح لعوضوية مجلس إدارة التحقق نادي حدايا الأهرام هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل حسابكم الأول مع جولة انتخابية حصلت في نادي حدايا الأهرام بعد كده فاصلوا بعد هذا الفاصل زي ما قلت لحضراتكم الحاجة عطيته هكون معنا عضو مجلس إدارة نادي الإسماعيلي هنتكلم بقى عن إسماعيلية وماذا ينتظر جمهور الإسماعيلي من هذا المجلس المنتخب أخيرا برئاسة المهندس إبراهيم عثمان ونائب رئيس مهندس خالد فارو طبعا وكل الأعضاء هنحاول نجيب لحضراتكم النهاردة الساعة اللي جاية هتكون كلها حلقة خاصة جدا أو جزء خاص جدا عن النادي الإسماعيلي هل استطيع فريق كرة القدم إن هو يكمل بهذا الشكل ولا ممكن تحصل أي حاجة خلال الفترة اللي جاية هكون معنا الحاجة عطيته بعد منسيب حضراتكم مع النادوة اللي حصلت من الأستاذ ياسر في نادي حدايا الأهرام وبعد كده فاصل وبعد الفاصل حاجة عطيته عضو مجلس إدارة النادي الإسماعيلي المنتخب اشتركت في النادي هنا من بداياته وكان النادي حالته تعبانة جدا طول عمري بأحلم ومازلت إنه يبقى نادي يضاهي كل النوادي اللي موجودة في مصر وإن شاء الله يكون أحسن منها ليه تقدمت طبعا هو ده الهدف الارتقاء بالنادي لكن لقيت في نفسي القدرة على العطاء لقيت في نفسي الخبرة موجودة أنا بنتمي لمجموعة شركات اقتصادية كبيرة أعملت في العمل الإداري فيها أكثر من 25 سنة فالحمد لله الخبرة موجودة وأحب إن أنا أقدم جزء من وقتي وخبرتي ومجهودي للنادي بتاعي بإذن الله ده السبب لله لخلانا أدخل الانتخابات وبعدين على فكرة يعني علمني أستاذي ومعلمي وأبي الروحي الدكتور حسن كامل راتب أكيد اتعلمت منه كتير بقول لحضرتك أبطر من ربع قرن من ربع قرن فأكيد إن أنا شربت منه كتير وحتى القليل منه هو يبقى كتير برضو السادة الأعضاء الكرام أرجوكو 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 متجنب السلبية وأرجوكو لازم تعرفوا حاجة إن ما فيش في القانون حاجة اسمها قوائم يا جماعة الانتخابات في الأصل فردية والورقة اللي هتبقى موجودة قدامكم يوم الانتخابات هي اسمها فردية لك الحق أن تختار ما شئت طبعا أنا عايز ألفت نظرهم بس الحاجة عشان كل يبقى عارف هو أنت مفروض تختار من الرؤساء رئيس واحد من السادة النواب نائب واحد من أمين صندوق واحد من الأعضاء خمس أعضاء اللي هم مفوق السن ومن الأعضاء تحت السن أنا نازل مستقل وأقف على مسافة واحدة من الجميع هناك 26 مرشح ما بين رؤساء وأعضاء ونواب وأمانة ومرأة صندوق أنا فرد يبقى 25-25 على رأسي وأعمل مستعد للعمل مع أي حد فيهم لمصلحة النادي نسمع المرشحين نسمع نفهم برنامج كل واحد فيهم تطلعاتهم هيتنسبنا ولا لأ وبعد كده هنعمل خلفيا على أساس هنختار اللي نسبنا من شاء الله في الانتخابات بإذن الله ما عندناش تراك ما عندناش ملعب هوكي فيه نوادي فيها سينمات لأطفال فيه نوادي فيها سينمات للكبار تدخل دخل وفي نفس الوقت تشبع رغبة عند الأعضاء أنا النهاردة في ضيافة الأستاذ ياسر برماوي وهو من أحد الناس المرشحين الأقوية وبتمنى لي إن شاء الله رب العالمين التوفيق بإذن الله رب العالمين في هذه المرحلة لأن احنا محتاجين الناس الشباب اللي زيه بالزبط شايف فيه وجه جديد وشايف فيه عنده رؤية عنده حماس مهم جدا أن تتوفر فيه الإرادة مهم جدا أنه راجل متواضع بينزل للأعضاء بنفسه راجل فاهم يعني إيه عنده مجلس إدارة يعني عدوية مجلس الإدارة ديه هو عمل تطوعي هو جاي عشان يبقى وكيل لأعمال الأعضاء وليس وليه أمر العضاء أولا إحنا بناخد من نادي بقى أنا أربع سنوات والحمد لله قدرنا إن إحنا نعمل حاجات كتير جدا في النادي التطوعي وإحنا بنحاول من خلال الخدمة العامة إن إحنا نخدم مجتمعنا من خلال بقرة تعتبر بقرة مهمة جدا وهو نادي حضايا الأهرام نادي حضايا الأهرام مش بس نادي طبيعي لا ده هو نادي ليه سبيشيال كيس أو نادي خاص لأنه بيقيت داخل مدينة والمدينة ديت كلها جيران وأصحاب وأولادنا مع بعض في المدارس فبنلاقيهم في الآخر بيصب في بوتقة واحدة وهو نادي حضايا الأهرام سواء حياة اجتماعية أو رياضية فإحنا بالتالي بنقول إن إحنا الخدمة العامة في هذا النادي التطوعية اللي إحنا بنقوم بها هي خدمة للمدينة قبل ما تكون خدمة للنادي رسالتي كونوا إيجابيين كفاكم أنتم ملاك هذا النادي ولكم حق الوصايا عليه وإنتوا النهاردة من حققكم وإنتوا كجمعية عمومية إن إنتوا اللي تختاروا إن إنتوا اللي ترشحوا إنتوا أصحاب الحق الأصيل في التصويت إنتوا أصحاب الصندوق وليست التربطات إنتوا أصحاب الوعي الثقافي اللي إحنا رهنا عليه إنه هيتواجد بعد ثورة 2011 وإحنا بنقول جميع عضاء النادي إنتوا بفضلكم هنقدر نرفع هذا النادي لإن إنتوا أصحاب الحق الأصيل فيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر